كيف تنسى الحزاب تشكل في الدول الديمقراطية؟ لأنه من الأفضل في هذه الحالة أنه أسلسى أصحابه جمعية مدني أما القول بأننا نوجي مسالة إلى هؤلاء الذين يقاطعون الانتخابات فمنه لا نوجي مسالة عنه أحد ولكن نقول في جميع الكواب أن مسؤوليتنا تحتمون الآن إقناع المغاربة بالانخراج في العمل الإيزي ليس في العمل السياسي لأنه كما قلت المغاربة يمارسون السياسي حتى في العزو وهم يكبرون على المواقف السياسي ولكن من خيرات في بيزان السياسي كما قلت في الكلمة أمام المؤتمر التكسيسي واحد في مياه من مغاربة هم المنخلطون والمتميزون الملتزمون بالعمل الحزب إقامة مقارنة بيننا وبين الحركة لكل الديمقراطيين تندميش في كطار ما يقاير عنا أننا البمضي هناك من وصفنا بأننا العصارة والمحاصرات الجوج هناك من وصفنا بأننا لقاء السياسي لجماعات العدو الحسان قبل شهر كنا في مدينة الجديدة في رقاء تواصلي مع الإخوة المؤسسين والممتنرين وكان سؤال حول إشاعات بحيث أن أحد الإخوة الحاضرين قال وهو صحافي قال بأنه يقال عنهم بأنكم من المسخة الثانية من المسخة والمحاصرات هناك من يقول بأنكم منهم يعني الغضاء السياسي لجماعة العدو الحسان بل لأبا إذن وقال لك من يقول بأن إسرائيل هي التي صنعتها الثاليز باللقاء تواصلي مسجل ومبتوط في موقع موقع الإزن الديمقراطي للجميع واعتمد على شيء بسير قال بأننا على الإسرائيل هو الأبيض والأزرق وأنتم استعملتم فحركة الديمقراطيين كانت ريالتها لا علاقة لنا بالمعاصرات والمعاصرات وإن كان بعض المنخرطين في هذا الحيث قد التحقوا بنا كما التحق بنا منخرطون أو مناظرون في أحزاب أخرى من اليسار ولو أنني لا أستخدم هذا التصريف ولكن كما قلت 85 في المائة من المنخرطين في الحيث لم يسبق لهم إن كانوا في العزاب الأخرى ومجددون على الممارسة الحيثبية بالتالي تظل نسبة لا تتجاوز لأنه نسبة هناك تقريباً 28% من أشخاص راوضتهم الفكرة وحاول الاتحاق بأحزاب أخرى ففشلوا لم يتحزبوا لكن فشلوا لأنه لديهم رغبة في حين عدنا تقريباً 28% لم تكن لديهم عبداً في فكرة الاتحاق وأقناع لهم بالاتحاق بهذا الحزاب نسبة 9% التحقت بنا من مناظرين أو منخرطين الحزاب الأخرى ولكن لا يوجد من بينهم قيادات معروفة على الصعيد للوطن ومناظرون لم يجدوا نفسهم في ذلك الحزاب ومدام أنهم عبروا عن التزام بإهدافنا ومبادئنا فحزبه كما ينصر لذلك القانون ويفتح في وجه جميع المغاربة جميع المواثنين المغاربة بدون استثناء شكراً للمشاهدة